لم تمضي إلا ساعة واحدة على اعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة حتى أعلن عن تكليف مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الحالي بهذه المهمة كتاب التشكيل الحكومة سلمه برهم صالح للكاظمي بعد توافق زعماء الكتل السياسية الرئيسية الذين حضروا مراسم التكليف كلمة الكاظم الأولى بدت حذرة حيث حرص على انتقاء مفرداته وحاول عدم إظهار الانحياز لرعيين العملية السياسية في العراق أمريكا وإيران لم يعد الكاظمي بمحاسبة قتلة متظاهر ثورة تشرين السلميين وقامعيهم وكشف هوياتهم بل إنه لم يعد بحكومة تكنقراط أو من المستقلين كما وعد سابقوه ما يفتح الباب على عدة احتمالات من بينها الاستعانة بوزراء سابقين أو حتى الإبقاء على وزراء في الحكومة المستقلة كما أن الكاظمي غير متقاطع مع إيران كما تم الترويج في بعض الأوساط السياسية وسبق له أن التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني في زيارته الأخيرة للعراق كما أن آخر زيارة للكاظمي إلى إيران كانت مطلع عام 2019 حيث التقى بمسؤولين إيرانيين كبار أما بالنسبة لداعم تكليف الكاظمي من خارج العراق فلعل إيران أبرزهم من خلال تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الذي رحب بتكليف الرجل بتشكيل الحكومة الجديدة أما مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينجر فقد وصف تكليف الكاظمي بالرائع لعلاقات البلدين الثنائية في حال التزم المكلف بتحقيق السيادة ومحاربة الفساد الأمر الذي يرجح فرضية التوافق الأمريكي الإيراني على تكليف الكاظمي وهو العرف الذي ساد في كل تشكيلات حكومات حقبة الاحتلال الأمريكي بالرغم من اتهام الميليشيات الموالية لإيران للكاظمي بالضلوع في قتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد لكن ثمت تحذيرات من أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة قد يكون مجرد محاولة إيرانية خالصة لكسب المزيد من الوقت من أجل إنضاج مشروع الإبقاء على الحكومة المستقلة برئاسة عدل عبد المادي اشتركوا في القناة